هل تشهد مصر حملات ترش حرة ونزيهة للانتخابات الرئاسية؟ أهلا بكم في نقطة حوار أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الجدولة الزمانية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر كانون أول المقبل داخل البلاد بينما يصوت الناخبون في الخارج بدءا من الأول إلى الثالث من الشهر ذاته وتتلقى الهيئة طلبات الترشح اعتبارا من الخامس من الشهر القادم لم يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ترشحه لولاية ثالثة بينما تفيد تقاريره باعتزام ستة مرشحين خوض الانتخابات أبرزهم النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي والإعلامية جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور يشكو مرشحون محتملون من تضييقات على مؤيديهم في تحرير توكلات الترشح في مكاتب التوثيق وهو ما نفته هيئة الانتخابات في بيان لها جملة وتفصيلة فهل تشهد مصر حملات ترشح حرة ونزيهة؟ معكم إيمان القصير شاركونا الرأي هاتفيا الرقم هو 00442038752989 أو على إيميل البرنامج أو على فيسبوك ومنصة TX وهذه النظرة الآن في البداية على بعض ما وصلنا منكم على مواقع التواصل حول موضوع اليوم نبدأ بهذه المشاركة من هشام جعفر الذي كتب على منصة TX يقول لنا النظام عاجز عن منافسة خصومه برغم سيطرته على كل مقدرات الدولة وهو بهذا يعلن هشاشته في المقابل يرى جواد أبو علاء على فيسبوك ضرورة أن تبتعد الحملات الانتخابية لجميع المرشحين بينهم رئيس الجمهورية عن استخدام موارد الدولة يضيف قائلا بذلك ستكون فرص جميع المرشحين متساوية دون ابتزاز أو ضغط سياسي من أي جهة داخلية أو خارجية على فيسبوك محمد المصري يكتب شاكيا ضربونا واعتدوا علينا يقول وبالعمية يمضي قائلا علشان ما نعملش توكيلات لأحمد الطنطاوي ويضيف محمد المصري قائلا بالعمية أيضا ده كفيل بأن يزاود شعبيته واللي كان مش مسدق لازم يعرف أن أحمد الطنطاوي مش كومبرس هذا هو كلام محمد المصري طبعا هذه عينا في البداية من الأراء التي رصدناها لحضراتكم ما دعوكم إلى موصلة الإدلاء بالمزيد من الرأي والتعليقات أونلاين سنستعرض البعض منها لاحقا في البرنامج الآن دعونا نرحب بالمشاركين معنا في حوار اليوم عبر الزوم معي في البداية الأستاذ رزق مدني هو مصري من المغرب والأستاذ نبيل أحمد ناصف هو مصري عيش في هولندا ومعي أدن الأستاذ عماد سامير من الإسكندرية معي أيضا الأستاذ عباس زيان من طنطا أهلا بكم ومرحبا جميعا في نقطة حوار اليوم وأريد أن أستهل في البداية وأستمع منكم ولو تسمحون باقتضاب لنستمزج الأراء في البداية ثم سنعود لمزيد من التفصيل معكم ولكن هل تتوقعون في البداية في ظل الظروف الحالية حملات انتخابية حرة ونزيها أستاذ رزق أنت في البداية منعم أم لا أو باقتضاب هي طبعا الأول باختصار شدد جدا لا أؤمن تماما بإجراء انتخابات في ظل جنرال لا يؤمن أساسا باقتضاب السلطة طيب أستاذ نبيل بالاختصار للمستاذ إيمان بالطبع لا بالطبع لا طيب الأستاذ عباس ستتم الانتخابات بكل نزع وشفافي طيب الأستاذ عباس يختلف معكم لأستمع لرأي الأستاذ نبيل لنرى في أي الاتجاهات رأيه عماد عفوا أنا مع الرأي القائل بأن الانتخابات ستكون حر طيب عظيم جدا إذن في انقسام في الأراء طبعا سنستعرض معكم لماذا ولكن دعونا في البداية أنا وإياكم نرحب عبر الأقمار الصناعية من القاهرة بأن نائب الأستاذ عمر درويش عضو مجلس النواب المصري أستاذ عمر أهلا بك ومرحبا معنا في نقطة حوار اليوم أهلا وسهلا بحضرتك سعداء وجودك معنا ودعنا نبدأ في الحوار دون تضيع أي وقت ولنسأل في البداية ما سبب التعجيل بإجراء الانتخابات لأنه في البداية قيل بأنها قد تعقد في وقت لاحق في العام الجديد لماذا التعجيل برأيك؟ وهل له علاقة بما يقال عن أن السبب في ذلك هو أن السلطات سوف تقدم على إجراءات اقتصادية قاسية وتريد إجراء الانتخابات قبل فرض هذه الإجراءات؟ كيف ترى هذا الطرح؟ طيب مبدئيا بس نصحح أن الانتخابات الرئاسية تجرى في موعدها الدستورية والقانونية لا يوجد أي تعجيل للعملية الانتخابية العملية الانتخابية أيضا بتدار من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في الموعيد التي نص عليها دستوريا وقانونيا فبالتالي وفي ظل إشراف قضاء فبالتالي المقولة التي تفضلت وتكلمت عليها بأنه في تبكير للانتخابات دي طبعا مقولة غير صحيحة وغير سليمة نحن نصحها من خلال النص الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات قبل نهاية الفترة بمدة لا تقل عن 120 يوم يعني نحن نتكلم على أربع أشهر مسألة أيضا الإشراف القضائي دي مسألة مهمة جدا يمكن نوهت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر الصحفي اللي أعلنت عنه منذ أيام قليلة على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل ده يعطيكي انطباع يعني بشكل واضح جدا أن الانتخابات ستدار بشكل كبير جدا ومتاشفة فيها أيضا الدعوة لمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني أن هي تشارك في المراقبة على الانتخابات فبالتالي نحن نتحدث على صورة واضحة جدا بس أنا عندي تعقيب أيضا على مسألة بعض الشكاوى من بعض من أعلم الترشح سنعرج على هذا الأمر وأستمع لرأيك فيما قيل في هذا الأمر ولكن دعنا في بداية في مسألة التوقيت وضحت أن الأمور تجري كما هو مخطط لها دستوريا وفي موعدها وفقا للدستور والقانون ما فيش ولا تبكير ولا أي حاجة طيب أستاذ عمر هل مسألة الفترة الزمنية الممنوحة للمرشحين للتجهز وربما إعداد ما يكفي من الأوراق للتقدم بالترشح فترة شهرين هل هي كافية برأيك أم أنها البعض قديرها بأنها تصب لصالح مرشحين دون آخرين يعني مثلا المرشح الأبرز طبعا ولم يعلن حتى الآن رئيس عبدالفتاح السيسي هناك مرشحون آخرون عن أحزاب وبالتالي سيسهل عليهم الحصول على التوقيعات اللزمة ولكن ماذا عن الباقي؟ طيب ده سؤال جيد جدا بشكر حضرتك عليه أنا لما ذكرت وقلت لحضرتك أن الانتخابات الرئاسية تجرى في موعدها الطبيعية ده معناه أن الجميع يعلم موعد الترشح للانتخابات الرئاسية الحديث ده قد يكون مقبولا لو احنا تكلمنا على أنه تبكير للانتخابات الرئاسية لكن يعني من ينتوي الترشح أكيد هو يعلم جيدا الموعد الدستورية والقانونية وإلا يعني ده برضو تعتبر سقطة في مسألة أننا أنتوي الترشح للانتخابات الرئاسية ولا أعلم المدة الزمانية المنضبطة قانونا ودستورا بي بدء العملية الانتخابية يعني ده أيضا مسألة فيها مشكلة كبيرة جدا لمن ينتوي الترشح عندما تعلم الموعد بشكل قانوني ودستوري فبالتالي الجميع يستعد من له الرغبة في أن يترشح أكيد هيبقى عنده المعلومة لأنه زي ما قلت لحضرتك إحنا ما فيش مشكلة خالص بالنسبة للموعد يعني لا فيه تبكير ولا فيه مفاجأة وبرضو إحنا بنتكلم على أنه يعني إحنا بنتكلم على منصب رئيس الجمهورية فبالتالي الاستعداد لمن يريد وينتوي الترشح للانتخابات الرئاسية مش هينتظر حتى يعني قرب الانتخابات بشهر أو شهرين عشان يقول أنا عايز أترشح للانتخابات أو أجاهز ورائي يعني الأوراق أيضا معلومة المستندات المطلوبة معلومة فبالتالي مسألة أنه اتفاجئوا يعني أعتقد أن هذه برضو مسألة محتاجة مراجعة لأنه لا يليق بمن ينتوي الترشح إلى منصب رئيس جمهورية مصر العربية أنه يقول هذا الحديث أو هذه المقولة أو هذه العبارة وإحنا دخلنا خلاص على خضام الانتخابات أستاذ عمر وأعود إليك طبعا لدي المزيد لأن الأسئلة منها مسألة مقيلة عن حدوث صديقات وما شابه ولكن إذا سمحت لك دأبنا نستمع لبعض الآراء من المشاركين معنا عبر الزوم أستاذ رزقي في البداية يعني الآن أسألك لماذا ترى بأنه ليست هناك فرصة لحملات نازيهة إذا كانت الأمور تسير كما هو مخطط لها وكما يقول الأستاذ عمر طبقا للدستور أولا نسمحي لي أو أولا نقدم الشكر لحضرتك ولكل الحضور وأيضا أستاذ المشاهدين التاريخ يا أستاذة إذا عمرنا كده إطلال على التاريخ بشكل سريع جدا ينبئنا بما سيحدث في مصر لم نقرأ في التاريخ أن هناك جنرال قم بانقلاب ثم ووقفت الدبابة أمام تدور سلطة وقامت دولة مدنية ترى فيها الديمقراطية والحرية النور وأقام هذا الذي قم بالقلاب أقام انتخابات بمعنى لم نرى يوما ما أن الدبابة يزيحها من الطريق صندوق انتخابي سجاجي شباب وبالتالي عندنا كمان مسأل بسيط جدا يقول لك ما فيش حداية بترمي كتاكيد كمان ما فيش جنرال بيؤمن بالديمقراطية عبرتاح السيسي حينما يجلس حتى في أي مؤتمر لا يسمح حتى بالمايكروفون أو لا يسمح بأحد يتحدث إلا سيارة الجنرال الذي يفهم في كل شيء هذا أول شيء الأمر الثاني حضرتك المؤسسة العسكرية أتمنى طبعا أنا كرجل مسلم متفائل ودايما أتفائل أتمنى بالفعل أن المؤسسة العسكرية تاعي الظرف الحالي الذي تمور به البلاد وتبتعد ولو قليلا عن المشهد السياسي وبالفعل هو حدث تغيير في الدستور ومن هذا منه أن المؤسسة العسكرية يجب أن تضمن تداول سلطة وإجراء انتخابات ينزيها طيب وصلت فكرة أستاذ رزق ربما أعود لك لاحقا أيضا ولكن نحمل هذه النقاط أعود لأستاذ عمر مرة أخرى ليعاقب على مسألة أنه لا تتاح جميع الفرص لكل المرشحين ذاتهم أجهزة الدولة ربما تلعب دور ما الإعلام أو ما شابه لدعم مرشحين بعينهم على رئاسين طبعا الرئيس هذا الأمر لا يتوفر لأخرين يا أستاذ عمر طيب اسمحيلي أولا ما فيش حاجة اسمها انقلاب يعني مسألة ضفك اللي تحدث على مسألة انقلاب ودي ثورة شعبية متكاملة في 30 يونيو أطاحت بالنظام يعني ارتدى عباءة دينية لا تليق بيه فمسألة أننا تحدث الآن وبعد عشر سنوات تتكلم على تاريخ التاريخ المصري تاريخ واضح الانتخابات اللي احنا بنشهدها أنا بقول لحضرتك أنها هتكون انتخابات نزيهة جدا الإشراف القضاية فيها إشراف كامل احنا بنعيش إرهاصات ثورة متكاملة هل هناك دعوات مراقبين من الخارج وهذا أمر تم البد فيها أستاذ عمر حسنا الهيئة الوطنية للانتخابات يعني أعلنت في مؤتمرها الصحفي أن هي تفتح الباب لمن يريد أن يتفضل ويراقب الانتخابات وأهلا وسهلا بأي حد يراقب الانتخابات فأحنا بنتكلم النهاردة على انتخابات نزيهة المشهد الديمقراطي اللي احنا بنتكلم عنه يعني حضرتك تفضلتي وقلتي أن هناك بعض يعني الأقاويل حول تضييقات معينة لبعض المرشحين يعني أنا مش هقول لإحنا لسه برضه وليسه مش في مرحلة المرشح لكن إحنا بنشوف من إمبارح والنهاردة يعني بنشوف بعض من ينتهي الترشح يعني بمنتقى الأريحية وبيعملوا التوكلات وما فيش أي مشكلة خالص بالنسبة لمسألة التوكلات فمش هنمشي في سياق يعني خلاص يعني هي الرؤية واضحة جدا والمقرب واضح جدا في التعرقيب الخاص به ضيفك إحنا ماشيين في مصار ديمقراطي الدولة المصرية بتتقدم إلى الأمام الموضوع لا علاقة له إطلاقا بأي تدعيات اقتصادية إحنا في موقع دستورية وقانونية المؤسسة العسكرية مؤسسة ليها تقديرها واحترامها نحن في المصار الدمقراطي من يريد أن ينضم إلى الشعب المصري في مصار الدمقراطي أهلا وسهلا به اللي مش عايز يعني هو وشأنه لكن إن شاء الله حنشوف انتخابات ديمقراطية محترمة تعبر عن رغبة جموع الشعب المصري بمختلف انتماءاته وإيدولوجياته المتفق والمختلف المؤيد والمعارض فيما عدا ذلك يعني لا مرحب بهم إن شاء الله ويعني نلتقي بإذن الله في الانتخابات ديمقراطية القادمة خلينا نستمع للمزيد من الأراء ونرى هنا الأستاذ نبيل أحمد ناصف أهلا بك أستاذ نبيل أهلا بك أستاذ إيمان بمستمعينك الكرام وبالضيوف الكرام جميعا طيب أسعدنا برأيك في هذا الموضوع والله أنا بالنسبة للأخ درويش اللي بتكلم من القاهرة هو بيقول الفكرة أن يا أهلا وسهلا بالرقابة والناس تيجي ترقبنا طيب طالما عندك مشكلة في الرقابة طيب إحنا بنطالب بإشراف من الأمم المتحدة أو مرقابة من الأمم المتحدة بأن مصر دولة عضوة في الأمم المتحدة دولة عضوة في الأمم المتحدة فبنطالب برقابة الأمم المتحدة لو أنتم جدين في العمليات الانتخابية ونشك تماما في أنتم جدين في العمليات الانتخابية بدليل ما يحدث لمرشح جاد اللي هو أحمد طنطاوي من إهانة وتجسس على تليفونه يعني صرف ملايين الدولارات من جيم الشعب المصري ومن كوت الشعب المصري المدجج بالجوع والحرمان لأجل أن تراقب مرشح محتمل لماذا تخافون من أحمد طنطاوي لماذا تهاجمونه الهيئة واضح أنها نفت الموضوع بشكل كامل وبسرعة نفي الهيئة دليل إدانة للهيئة كان على الهيئة أن تستمع إلى شكوى المرشحين هناك توسيقات هناك فيديوهات لا تكذب هناك مباس مباشر من مناطق عديدة هناك ضرب يهانة تهديدات من أمن الوطني الشعب بيخوفوا الشعب وطبعا ما فيش الانتخابات ستكون نزا طبعا لكن هم خايفين من حاجة واحدة أنا أحب أعلنها لكم دلوقتي على برنامتكم هم مش خايفين من تزوين الانتخابات أن الانتخابات طبعا هيزوروها بمعرفتهم هم شطان في الموضوع دولة لكن هم خايفين من أحمد طنطاوي في الأيام القادمة لأنه يكون الشباب بدل ما يكون اهتماماته كرة القدم اهتماماته يضرب مخدرات اهتماماته في حتة تانية لا الشباب يبتدى يصحى تاني يعرف فين بلده ويكون في قائد ميداني في الشيطان خلينا نحمل النقاط هذه ونستمع لتعقيب من الأستاذ عمر يستمع معنا لكل ما ذكرته تفضل يا أستاذ عمر طيب يعني مبدعيا أنتم أنت تتحدث إلى نائب في البرلمان المصري يعبر عن الشارع المصري ودوره أصدا دون رقابي ده رقم واحد فأنت لا تتحدث مع السلطة تتحدث مع ناب للشعب رقم واحد رقم اتنين مسألة إحنا بنطالب ما هو سيادتك مين يعني من يطالب من يريد أن يأتي لمتابعة الانتخابات أهلا وسائلا بيه بالقواعد المصرية إحنا لا تملع علينا أي إملاءات خارجية ولا نقبل بذلك لا نواب الشعب ولا الشعب نفسه هيقبل ولا هيقبل بدا ولا هيقبل لا دلوقتي ولا بعدين فمسألة من يريد أن يأتي ليتابع الانتخابات الرئاسية بالقواعد المصرية أهلا وسهلا مسألة افتراضية التزوير يعني نحن نسمع الكلام من فصائل معينة وهي معروفة بالاسم لكن لا يضرنا أيضا هذه المسألة لأنه طول ما نحن ماشيين في مصار ديمقراطي لبناء الدولة المصرية طول ما نحن نسمع هذه الأصوات لكن الحكم في الآخر الحكم للشارع حيك تحدثت عن شخصية يعني لو حضرتك متابع شوية كلام ده كان ممكن تقوله من كام يوم فاتوا لكن لو أنت متابع هتلاقي أن الفيديوهات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بنشوف ناس بتقدم بي طلبات لعمل توكلات لجميع من ينتوي الترشح أو أعلن يطل الترشح فمسألة التضييقات والأجهزة الأمنية يعني برضو دي شماعة حنركنها شوية على جنب لأنه أنا أعتقد المشهد اللي احنا بنشوفها امبارح والنهاردة وأول امبارح يعني تفاند هذه المزعم بشكل جبير جدا أنا عايز بس أقوله من خلال حضراتك المشهد المصري مشهد محتارة المراقبة الدولية والمجتمعية هتبقى موجودة بالقواعد المصرية مش بقواعد أي حد تاني عشان بس الناس اللي هي بتتحدث وبتقول نحن نطالب فمن يطالب هو يملك القدرة على أنه يستجاب له أو لا يستجاب له في الآخر القواعد المصرية اللي بتقول رقم تلاتة عشان بس أنهي هذه المداخلة أنت تتحدث عن الهيئة الوطنية الانتخابات الهيئة الوطنية الانتخابات عبارة عن مجموعة من قضاة مصر المحترمين يعني لو إحنا بقى حنطعن في كل المؤسسات يبقى الجلسة ملاش لازمة واللقاء ملوش داعي لكن إحنا بنتكلم النهاردة على مؤسسة حيادية تمثل سلطة منفصلة سواء عن السلطة التنفيذية أو عن السلطة الرقابية والتشريعية يا سلطة لا تقدرها واحترامها والإشراف القضاء الكامل أنا هسمع حضرتك الإشراف القضايا الكامل هو ضمانة حقيقية لانتخابات رئاسية حرة نازيهة وليأتي من يأتي والاختيار للناس والشعب اللي أنتوا بتخونوا جزء منه أو بتدوعة للدعاءات بطلة طيب خلينا نأخذ اتصالا هاتفيا وأعود لك يا أستاذ عمر شادي على الهاتف أهلا بك يا شادي أهلا بك يا أستاذ أيماني ما رأيك في حوار اليوم ماذا يمكن أن تضيف فيما يتعلق بالأجواء الحالية هل هي تضمن انتخابات حرة نازيهة لأن البعض يقول نعم البعض يقول لا ما رأيك والله أنا رأيي باختصار أن الفلطة المصرية الحالية هي لم تسمح بالأساس وجود مناق ديمقراطي خلال العشر سنين اللي هي تولد فيه الحق إداياتا من اعتداء على كل الحقوق الدستورية والقنونية وحقوق الإنسان في مصر وكل الفصائل مش فصيل بعينه محقق الانتخابات الماضية في 2018 في انتخابات 2014 شاهد الثلاث اللي حصل أو بوادر اللي حصل في هذه الانتخابات نعم حريف أوكي يعني انتخابات 2018 أعتقد أنها كانت خير دليل على تصرف السلطة ورؤيتها ومفهومها عن الانتخابات الرئاسية في مصر بداية من المرشحين اللي تم تقصائهم بشكل كامل بما فيهم مرشحين ينتمون إلى المستفى الذي ينتمي إلى رئيس الحالي على أمثلتهم أحمد شفي أحمد كونسوة سامي عنام كل هؤلاء تم إقصائهم من الانتخابات الماضية بشكل أعتقد أنه هو واضح للجميع ليه؟ شكرا لك جزيل الشكر يا شادي على الهاتف أشكرك جزيل الشكر على هذه المدخلة أعود لأستاذ عمر درويش مرة أخرى أستاذ عمر عادة عندما يتم الحديث عن انتخابات رئاسية ما البعض طبعا بيتقدم برنامج ما البعض قد يقول بأن الرئيس السيسي له فترتان في الحكم وبالتالي شبه معروفة السياسات الخاصة كيف تقيم أنت فترة حكم الرئيس السيسي سواء على مستوى الحقوق والحريات أو مستوى الاقتصادي أنه البعض شادي أتى على مسألة الحقوق والحريات هناك من يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية الآن التي هي متدهورة بشكل كبير كيف ترى الفترة كيف تقيمها طيب يعني إحنا لو حنتكلم بس عن المصارى الديمقراطية أولا فما فيش أبلغ من مسألة الديمقراطية أن إحنا بنشوف الرأي والرأي الأخر موجود في مصر يعني هي أيضا دي أحد منابع يعني الديمقراطية أنك أنت بتسمعي النهاردة الرأي والرأي الأخر يعني أنه هيك عن الأصوات اللي طالعة من بعض الجماعات في الخارج لكن في الداخل إحنا بنشوف النهاردة شخصيات تحسب على المعارضة انتوت وأعلنت رغبتها وبالفعل يمكن أحد النهاردة أقطاب المعارضة في مصر استطاع أنه يحصل على العدد الكافي من التوكلات الخاصة من مجلس النواب للترشح لها الانتخابات مسألة الحقو والحريات ده سؤال في منتهى الأهمية برضو لأنه أعتقد أن الرؤية الوحدة لملف الحقو والحريات المتعلقة بجماعة أو بفصيل أو بأفراد مش هي دي بس الحقو والحريات إحنا عندنا الحقو والحريات أيضا الحياة الكريمة عندنا الحقو والحريات 100 مليون صحة عندنا الحياة عندنا الحقوق والحريات هي حق المرأة وحق الشباب وحق يعني الأسر المصريين ما يتم الإشارة لها في الحقوق السياسية والحريات الرأي. لأنه هذا الأمر الذي عادة ما يتم انتقاد هذا الملف تحديدا من منظمات سواء دولية أو حقوقية. حتى الولايات المتحدة قد تعلق مساعدات عسكرية هنا أو هناك لمصر بسبب هذا الملف تحديدا. طيب شوفي فانحيك برضو ذكرتي حاجة مهمة. إن الملف ده تحديدا يتم استخدامه. مش دلوقتي. الملف ده تحديدا هذه المسألة المتعلقة بي التدخلات الأجنبية والخارجية من أنظمة ودول تريد أن تتحكم في المشهد المصري. تستخدم دائما وأبدا هذا الملف. فده قصة لن تنتهي الآن ولم تكن منتهى ولن تنتهي في المستقبل. فحنا مش هنبصلها برضو بعين الاهتمام قوي. لأن ملف الحقوق والحريات ليس قاصرا على لجماعة ولا أفراد ولا تمويلات ولا شيء متعلق بمرتبط بأجهزة أو بدول خارج. ملف الاقتصادي. وأنا أتفق معك أن مصر تمر بمرحلة اقتصادية وتحديات اقتصادية جبيرة جدا. لكن هنا السؤال هل هي الدولة الوحيدة التي تمر بهذه التحديات؟ هل هي الدولة الوحيدة التي تتعرض إلى هذه الموجات المتتالية من التحديات والصعوبات الاقتصادية؟ لا أعتقد ذلك. بالنسبة قد ننجح في شيء في ملف ونخفق في ملف آخر أو التحدي يكون أكبر مننا. لكن يقيني أن الحفاظ على الدولة المصرية ومؤسستها يقيني بأن الدولة المصرية تزال وقفها على قدمها. وأنا أحدثك النهاردة. ليس بس على أن أضيف كمواط المصري. يعني نحن نعيش في أجواء صحيح صعبة. لكن في النهاية. ولكن دعنا نستمزج جربة ما شادي ما زال معنا على الهاتف. يا شادي. الأستاذ عمري يتحدث هنا أن هناك أكثر من ملفات تم التحقيق تقدم فيها. ما رأيك على صعيد مثلا الصحة أو التعليم أو الاقتصاد؟ لأنك ذكرت مسألة الحريات على سبيل المثال تحديدا. في حقيقة الأمر أنا معرفش هل مصر التي تتحدث عنها في الأمر الذي فيها الرأي والرأي الآخر؟ هي مصر التي نعيش فيها أم لا هي مصر أخر؟ هل الإعلام في مصر يمثل الرأي والرأي الآخر؟ ولا الإعلام كله في مصر خاص؟ وإعلام الذي ينتمي إلى الدولة؟ كلا هما يصير على نفس النصق ونفس وجهة النظر وربما نفس الاسكريبت الذي يوزه هنا وهنا. مجلس الشعب أو مجلس النواب أعتقد أنه برضو لا يمثل كل الأطياف وأعتقد أنه لا يوجد فيه الرأي والرأي الآخر. دليل أن هناك اتفاقات عديدة مرت وتم تمريرها من خلال مجلس النواب بدون مناقشة حقيقية. تعبر أن هناك نظر جات في هذه الاتفاقيات وهذه القرارات وتأثيرها على المواطن المصري وتحديدا القرارات الاقتصادية. طيب يا شادي الموضوع بما أنك أتيت على ذكر مجلس النواب. طبعا الأستاذ عمر خيرمان يرد لأنه معنا يستمع لحديثك. لكن أستمزج أيضا بعض الأراء فيما تحدثنا فيه. أستاذ رزق أعود إليك مرة أخرى. أستاذ إيمان حضرتك الأستاذ عمر تقريبا بيتكلم عن دولة مثلا سويسرا مثلا أو المملكة المتحدة. عندنا بردمان يناقش. عندنا حرية صحافة. عندنا الناس بتتكلم على الانتخابات بكل حرية. واضح أن الأستاذ عمر مراشي هل بالفعل يعيشه مصر؟ لكن طبعا أنا لا ألومه. لماذا؟ لأن معلوم تماما من جاء بهؤلاء النواب على قلب الشعب المصري؟ طيب بس ما عليش عشان ما نتجاوزش في الكلام فقط. لأنه منحترم الضيوف معنا في الحلقة. طيب. نعم. يا أستاذ أرجوكي تم تعديل دستور خصيصا للجنرال عبدالفتاح السيسي ليبقى فترة رئاسية ثالثة. فهل بالمنطق بعد كل هذا التغيير واللغب الذي صاحب التغيير؟ يمكن أن يخذ السيد السيسي من السلطة؟ هذه واحدة. السيد بنى عدة قصور عشرات القصور. هل يأتي أحمد طنطاوي أو غيره اللي يسكن فيها؟ السيد السيسي أيضا شرق أفخم الطائرات في العالم كله. هل يمكن؟ هل يترك السيسي هذا؟ ثم يا أستاذي أنا والله العظيم أنا كمسلم أتفائل وأتمنى من الله عز وجل أن تكون نظرتي للوضع المتشائم جدا في مصر أو المحزن. الآن أتمنى أن تضمن بالفعل انتخابات نزيهة ويضمن الجيش المصري والسلطة القضائية المشروفة على الانتخابات أن تضمن بالفعل إجراء انتخابات نزيهة وتأتي إلينا بصورة جديدة. أعتقد حتى جميع المتحورين حتى على اختلاف الأراء الكل يأمل في انتخابات جيدة تخرج بشكل مشرف على إيتي حال من جميع المصريين المشاركين معنا في الحوار على اختلاف الأراء طبعا. أستاذ عمر أعود لك مرة أخرى ترد على النقاط التي أثيرت إذا سمحت لي ولي نقطة أخرى لأن الرئيس لم يترشح لم يعلن ترشحه بعد. هل برأيك سيترشح؟ وهل إذا رشحها أو رشحها نفسها ستؤيده؟ هل يمكن له أن يقدم جديد في المرحلة المقبلة للناس؟ طيب اسمحي لي. يعني الضيفيكي واضح أنهم عشان عايشين بس بره فمش عارفين إيه اللي بيحصل في مصر. نقيب الصحفيين نقيب الصحفيين المصريين من المعارضة هو الأستاذ رسك فقط في الخارج شادي كان من داخل مصر يا أستاذ عمر. يعني الأخي اللي جوه مصري ما هو شايف أن نقيب الصحفيين من المعارضة تتحدث على الإعلام الخاص والإعلام الخاص في حرية الإعلام. يعني هل تريد أن تقود الدولة الإعلام الخاص مرة أخرى عشان ترجع تقول تقييد الإعلام. الرسالة الإعلامية التي تنطلق من الإعلام الخاص لا سلطة للدولة عليها. رقم اتنين. زي ما تحدثت رقم واحد. نقيب الصحفيين نفسه. أنت تتحدث عن حرية الصحافة هو محسوب على المعارضة. عندنا أيضا تنفيذيين موجودين في دولاب الدولة من أحزاب معارضة. عندنا جوه البرلمان. وانت تتحدث عن البرلمان. وطبعا شيء طبيعي. يعني مصر بقوتها. مصر بتاريخها 110 مليون مواطن. لما يبقى فيه مجموعة من مواطنين لا تعترف بالمؤسسات. هذا لا يدير المؤسسات في شيء. ولا يدير الدولة في شيء. وده طبيعة الأمور. وده أيضا من المصار الديمقراطي. لكن تتحدث إلى نواب تم انتخابهم من قبل الشعب المصري. قد لا تكون أحد هؤلاء. ولا يدير أنت في الآخر مواطن. لك علينا حقوق. وعليك واجبات إلى الدولة. فما فيه ما يمنع خالص عدم اعترافك بالمشهد الموجود. الأخ الفاضل اللي بتحدث هو كمسلم. أنا عايز أقول لحضرتك وأبشرك أن رؤيتك هي رؤية غير حقيقية. تنحرف تماما عن الواقع الموجود. وأنا مش في انطر أقول لحضراتك وضيوفك الكرام. أنه إرجع إلى مشاهد البرلمان. وإرجع إلى نواب البرلمان. وإرجع أيضا إلى رئيس البرلمان الحالي. وكيف تدر الأمور داخل البرلمان. وأنا لست هنا أدافع عن البرلمان. فالبرلمان يدفع عن نفسه. الأمر الأكثر أهمية. تتحدث الأخ اللي بتحدث على مسألة الجنرال. والله يصدقني. الرئيس لم يعلن حتى هذه اللحظة ترشحه. لكن أنا أقول لحضراتك فليترشح الرئيس. وعلشان تطمئننا أكثر. فلينجح الرئيس إن شاء الله. عشان يستكمل المسيرة اللي هو بدأها من ثورة 30 يونيو. اللي عايز يستمر في هذه المسيرة أهلا وسهلا. المصاري الديمقراطي لن يجمع عليه الجميع. لكن طريقة الحديث وطريقة التعامل وطريقة تناول الأمور في مصر. لن تزيد قطاع كبير جدا من المجتمع المصري إلا تمسكا بدولته واستقرارها. وهو ده اللي سيتم. الانتخابات الديمقراطية الرئيسية اللي ستتم دي. أنا أقول لحيك أهلا وسهلا بمن يريد أن ينتوي الترشح. وأهلا وسهلا بيه عندما يستكمل توكلاته أو يجمع أيضا النصاب القانوني والدستوري لترشيحه من قبل نواب البرلمان. أنت تتحدث عن النواب في البرلمان. وقد حصل أحد رؤساء أحزاب المعارضة على النصاب القانوني من البرلمان. ليترشح إلى الانتخابات الرئيسية تتحدث عن أن البرلمان جاء بيه من جاء بيه. وصلت الفكرة تماما وسعداء وجودك معنا في هذه الحلقة عبر الأقمار الصناعية من القاهرة. النائب عمر درويش عضو مجلس النواب المصري. شكرا أستاذ عمر. دعونا الآن سريعا نعود للمشاركات التي وصلتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ولمسنا اتشاهين متعارضين في واقع الحال. الأول يشكك في نزاهة العملية الانتخابية. والثاني لا يرى بديلا عن شخصية عسكرية تقود مصر. على فيسبوك كتب أحمد يوسف معلقا بالعامية. كلها مطبوخة للسيسي حلو. وأي حد يروح يعمل توكيل لأحمد طنطاوي. إما ينضرب أو يهددوه. إما الموظف يقوله السيستم واقع. أحمد بادوي هو الآخر. كتب فاقدا للثقة في جدوى الانتخابات برماتها. يصفها بأنها مسحة كبيرة. ويقول مضيعة للوقت والمال في الوقت. هذا البلد محتاجة لكل مليم. وكمان يوجد إلزام الناس بالمشاركة في المشهد الهزلي. تعليق محمد عزب على فيسبوك. يعكس نوعا من الإحباط على ما يبدو من بعض المصريين. يقول لا توجد انتخابات في مصر أساسا. النتيجة دائما محسوبة مسبقة. في المقابل هناك أصوات مثل يوسف بصري. تؤمن بنجاعة النظام العسكري في الحكم. ورأيه هو أن مصر لا يستطيع حكمها إلا العسكر على حد تعبير يوسف. الذي يبرر هذا الموقف بالقول. هذه هي مشاركة يوسف. مصر تقع في منطقة جغرافية معقدة. لا يفهمها إلا العسكريون. انظروا أين أصبح العراق اليوم بعد أن حكمه مدنيون. وفي ذات الاتجاه صار تعليق على بيومي. عندما يقول في المشاركة في مصر المعرضة ضعيفة. المجتمع ضعيف. الدولة أضعف. لا يوجد قوي في مصر إلا النظام الحاكم. وأنهي مع محمد سعد على منصة أكس. الذي يرى أنه لا وجود لقوة مدنية تستطيع قيادة مصر. حسب رأيه. هذه هي مشاركة علاء. لا أعتقد أنني فقط. هذه مشاركة علاء. في مصر المعرضة ضعيفة كما قال. والمجتمع ضعيف. والدولة أضعف. لا يوجد قوي في مصر إلا النظام الحاكم. يقول الأفضل لمصر أن يحكمها جنرال الرئيس السيسي. سيفوز بالانتخابات المقبلة. كل شكر لمن شاركونا الحوار أونلاين. أرسلوا بالتعليقات والمشاركات. وسوف نعود للمزيد من المشاركات واستعراضها لاحقا في سياق هذه الحلقة. إذا سمح الوقت بذلك. ولكن أريد أن أرحب الآن عبر خدمة الإنترنت من القاهرة. بالأستاذ خالد داود الصحفي. والمتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية. أستاذ خالد داود أهلا بك ومرحبا معنا. شكرا لوجودك معنا في نقطة حوار سعداء بك. أهلا بك أستاذ إيمان وأنا سعيد أن أجمع معكم. خلينا نبدأ بهذا السؤال. لأنه كانت وكاء اعتراضات من المعارضة على توقيت إجراء الانتخابات. ما وجه الاعتراض أستاذ خالد؟ أعتقد أستاذ إيمان أن في كل دول العالم التي تشهد انتخابات. يكون موعد الانتخابات المقبلة أو الانتخابات التي تليها معروف سلفا قبلها بفترة طويلة. ولكن نحن في مصر للأسف الشديد المعادل المحدد للانتخابات. بقينا نتساءل حوالي الأسابيع وربما لشهور حتى خرجت مؤخرا الهيئة الوطنية للانتخابات بهذا الجدوى الزمني. الذي لم يكن بصراحة من الضروري أن يتأخر كثيرا بهذه الطريقة. لن أناقش أو أجادل فيما يتعلق بالدستور أنه لابد أن تبدأ الإجراءات قبل 120 يوم من انتهاء فترة الرئيس. ولكن الدستور يقول 120 يوم على الأقل. فلماذا لم نبدأ ربما قبل 150 يوم؟ قبل 160 يوم. وذلك لكي يكون هناك فرصة كافية لأي مرشح معارض الرئيس السيسي أن يتمكن من خوض هذه المنافسة شديدة الصعوبة. وأنا أحب أن أذكر سيدات والسادة المشاهدين أننا لا ننطلق من فراغ. نحن كان عندنا تجربة شديدة الصعوبة في العام 2018 عندما عمليا لم يكن هناك انتخابات. ولكن كان هناك استفتاء. وذلك لأن الرئيس السيسي عمليا والنظام والأجهزة المعنية لم تسمح بوجود أي مرشح آخر ينافس الرئيس. سواء مرشح كان يعيده حتى اللحظات الأخيرة. وفي النهاية نزل أمامه كنوع من إنقاذ الموقف. إلى جانب أن أوضاع الفرنيات. فقط إن المعارضة تعرض من أجل المعارضة فقط. لا تقدم أي بدائل. هذا ما يقال. نحن بكل تأكيد ما عايزين نقدم بدائل ومتوجدين. بس أنا كنت عايزة أقوله عرضا يا أستاذ إيماني. نحن لا نستطيع أن ننكر الأجواء التي نعمل بها على مدى السنوات الماضية. لم يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتسامح مع المعارضة. أو للأجهزة الأمنية المعنية أنها تتسامح مع المعارضة. أو تسمح لها بالتعبير عن رأيها سواء في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى هذا الأساس نحن رأينا المئات من السيدات والسيدة المحبوسين داخل السجون. حبس احتياطي لسنوات وربما لفترات طويلة. وذلك بسبب نشر ما يقال أنه أخبار كذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. وإساءة استخدام وسائل التواصل إلى جانب التهمة الإكليشي. يعني يمكن أن نقول كذلك وهي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أحداثها مع العلم وبأغرضها. الأواضع ده ما بتداشت يتغير نسبيا غير قبل عام أو عام ونصف العام. عندما أطلق الرئيس الدعوة للحوار الوطني. ولكن تبقى هناك الكثير من القيود. وأنا أعتقد أن الجميع شاهد واستغرب من هذا المنظر الذي رأيناه أمام مكاتب الشهر العقاري. فور انتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات التي علنا فيها جدوة الزمن. رأينا مئات وربما أكثر من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري. رغم أن الرئيس أساسا لا يحتاج إلى مثل هذه التوكيلات الشعبية. لأنه بالطبع لديه الأحزاب التي تدعمه بالبرلمان. البرلمان 598 نائب منهم على الأقل 550 أو 560 يدعمون السيد الرئيس. وبالتالي لم يكن هناك داعي لهذا الاستعراض. لم يكن هناك داعي للذهاب للمناطق الشعبية. وجبع بطاقات المواطنين من أجل إكبرهم على استخراج توكيلات للرئيس السيسي. وفي نفس الوقت التضييق على الشرحين المعارضين في إصدار التوكيلات. وإن كان الوضع يتحسن بعض الشيء. لابد أن أقول ذلك يتحسن بعض الشيء. أستاذ أنت تتحدث عن هذه المسألة وتتحدث عن طوابير الناس يقومون بإعطاء توكيلات للرئيس. هذا الكلام هل أنت رصدته شخصيا؟ لأننا لا أدري. هذا بكل تأكيد. هذا بكل الصور. هذا أنا أقول لحضرتك في يوم المؤتمر استهى في نفسه. يعني معمليا هم أحد أساليب تعجيز الراغبين في عمل توكيلات للمرشحين المعارضين. أم ذهبوا طواعية؟ يعني حضرتك. نحن عندنا في مصر تاريخ طويل من استكدام المواطنين محدود الدخل والمساطاء في مثل هذه الأعمال. رأينا فيديوهات بساطة تأتي ويتم إنزال المواطنات والمواطنين للقيام بعمل التوكيلات. وأنا من خلال عملي كصحفي أستمع كثيرا للناس في العادية في الشوارع عن أنه بالذات المقيمين في المناطق. يعني محدودة الدخل أو شيء من هذا القريل. أستمعنا لي أن نفاته العليا للانتخابات فيما تعلق بمضايقات لبعض المرشحين. أستاذ أحمد طنطوي تحديدا كما قيل. أعود إليك على هذه النقطة ولكن اسمح لي أستمع لبعض الأراء. الأراء لأنه معي عباس من طنطا ومعي أستاذ عماد سمير برضو من الإسكندرية. أستاذ عباس أبدأ بك في البداية حدثني عن رأيك في الأجواء الحالية وهل هي تبشر بأجواء تجرى فيها انتخابات حرة ونزيهة ولماذا؟ بإذن الله حضرتك الانتخابات ستتم على أكمل وجه وفي نزاهة كاملة وشفافية. النهاردة عندك إشراف قضاء كامل والإشراف القضاء ده اللي أتى ب88 من الجماعة المحزورة في انتخابات سابقة أعتقد كانت 2005. عندك منظمات مجتمع مدني ومجتمع دولي تم دعوتها لحضور الإشراف على الانتخابات. حضرتك عندك صحفيين وكنوات فضائية حتم توصيك الأحداث لحظة بلحظة بالانتخابات. أما بالنسبة لموضوع التضييف فهو أنا يعني مش متصور إزاي المرشح المحتمل للصحمة التنطوي بيصدق نفسه أو بيقول الكلام ده وبيقول عكسه. النهاردة على صفحة للصحمة التنطوي الصفحة الرسمية الموسقة فيديوهات ليه وهو في مسجد بالعبور وسط الناس وسط جماهيره ومؤيدينه. أمام مكاتب شر العقاري في وسط البلد وفي شبرى الخيمة وفي بنها وفي كل الأماكن التي يمر بها يقوم بتصوير وتوصيك الأحداث. هل حضرتك النهاردة هم مدايقوا عليك ولا مدايقوش؟ الناس بتقابلك في الشارع وبتقول لك تنطوي يا حبيبنا ويتنطوي الحملة بتاعتك أو اللي بيقيدك. أنت على رأسنا ومنورنا. ما بيش أي مشكلة. ولكن أين دم التضييق؟ حضرتك بتنزل على صفحتك فيديوهات موسقة. من يكذبني في هذه اللحظة يدخل صفحة للصحمة التنطوي يشوف الموضوع ده. أما بالنسبة للدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ليس بحاجة للإجراء تزوير أو اضطهار مرشحيين أو إلى آخره. لأما هذا الرجل هو محفور في قلوب الشعب المصري في قلوبنا جميعا. طيب يا عباس. خلينا نحمل النقاط التي حملتها للأستاذ خالد معنا ليعاقب في مسألة التضييق هذه. الهيئة كما ذكرنا سرعت بنفي الأمر جملة وتفصيلا. وأن كنا استمعنا شاهدنا بعض المقطع الفيديو التي يتحدث فيها بعض الأشخاص من المؤيدين المرشح المحتمل التضطوي في هذا الأمر. يتحدثون عن عمليات تضييق وضرب حتى وصلت لإعتداءات على هؤلاء أمرك. هذا يعني كيف ترى؟ يعني أنا زي مع شرطة لحضرتك من المؤكد بما لا يدعم جلل للشك. أن في أول يومين من البدء في عمل التوكيلات كان هناك تضييقات على النطاق واسع. البيروقراطية. القول أن السيستم واقع. وزي ما قلت لحضرتك إحنا كنا بنسميهم حتى المواطنين الدوارين اللي وقفين طول الوقت قدام مكاتب الشهر العقاري. اللي أنا ما أنا هروح علشان أعمل التوكيل. ولاقي فيه 400-500 مواطن موجودين بالفعل. أرفعون صور وأعلام الرئيس السيسي. فأنا يعني هاخد بعضي وأمشي. أنا مش يعني في النهاية ما عنديش استعداد أن أنا أقف 6-7-8 ساعات أو 10 ساعات. وفي النهاية لا أستطيع أن أنا أعمل توكيل. أنا بس عايز أشير وأفكر أخوي عباس أنه هو في 2005 آه كان فعلا فيه إشراف قضائي. لكن في 2010 كان فيه برضو إشراف قضائي. ولكن تم تزوير الانتخابات على النطاق واسع. وربما ده كان أحد أهم الأسباب لثورة 25 يناير. وفي الانتخابات الأخيرة ما سمي بانتخابات في 2018 أنا بسميها استفتاء. كان أيضا فيه إشراف قضائي. ولكن أعمالية لم يكن هناك منافسة انتخابية من الأساس. فطبعا أنا برضو أشرت لحضرتك أن النهاردة الأوضاع تحسنت قليلا. نعم اليوم عندما ذهب الأستاذ صنطوي وقم جولته. كان هناك توكيلات تتم له. هناك توكيلات تتم للأستاذة جميلة إسماعيل. ربما وأتمنى أن يستمر هذا الوضع حتى يوم 14 أكتوبر. مع الوضع في الاعتبار مرة تانية أستاذة إيمان. أن حتى الآن الإعلام المصري وهو إما مملوك للدولة أو خاص. بس خاضع لنفوذ الدولة. لم يفتح الباب حتى الآن أمام المرشحين المختلفين لمناقشة القضايا التي نوضي طرحها برامج المعارضة. لماذا هناك مرشح معارضين؟ موقفنا من الوضع الاقتصادي المتدهى. ورحضرتك. شوفنا أن حتى الأستاذ فريد زهران رئيس الحزم المصري الديمقراطي الاجتماعي. تم إجراء مقابلة معه. ولكن لم يتم إذاعتها في الوقت. وعندما تم إذاعتها تم تعرضت لمنتاج. ولكن ما يزال هناك كل الإعلام وكل أجهزة الدولة تعمل لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي. رغم أنه لا يحتاج لكل هذا الأمر. ونحن ما نتطلع له هو فرصة متساوية في التنافس. وإحنا قلنا في المعارضة بغض النظر عن اسم المرشح. ولكن نحن نبحث عن ضمانات لنزاهة الانتخابات. لأنه للأسف نحن لم نشهد مثل هذه الانتخابات النزيهة على مدى 9 سنوعة المضايا. سواء فيما يتعلق به مجلس النواب. أو فيما يتعلق به انتخابات الرئاسة. أو ما يسميه باستفتاء الرئاسة في العام. نحمل النقطة لعباس. ما زال معنا عباس. هل ترى بأن كما تفضل أستاذ خالد هنا. بأن كل المرشحين المحتملين يحظون بنفس الفرصة للتحديث عن برامج الانتخابية. أو تعريف حتى الناس بهم. أو جمع التوقعات اللازمة. هل يحظون بكل هذا الأمر الذي يحظى بها آخرون. طبعا على رؤسهم الرئيس. طبعا مسألة أن أجهزة الدولة. أجهزة الإعلام كلها. ربما تمنح الفرصة لمرشحين بعينهم دون الآخرين. تماما فن. طالما حضرتك كلنا على الأرض. وكلنا في الشارع. وليدلوا كل منا بدلوة. يشوفوا هم يقدروا يعملوا. ويجيبوا مين. ومين يدعمهم. ومين يخدم عليهم في حملاتهم الانتخابية. والملعب مفتوح يا فندم. الملعب مش مقفول. لو هم فعلا في تطريق أو في خناط. كان زمن للنهاردة. ما عليش ما يحترامل حضرتك. لو إحنا دولة قمعية. كان زمن واحد يترشح قدام الرئيس. الأستاذ أحمد تنطوي. كانت لفاها لطهمة. كان دخل السجن. لو إحنا دولة قمعية. إنما الراجل بيلعب على الأرض. بينزل الشارع على دراعه. بيروح الجوامع. ما شاء الله سياسة متبعة ومنتهجة. استخدام الدين في السياسة. ولكنه ليس مستحب. لكن الدولة برضو صاحبها. يعمل ما هو عاوزه. يعمل التوكيلات. ينزل في وسط الناس. عايش في السياسة. لا يوجد مشكلة. إذا انترى بأن هناك حرية ممنوحة لهؤلاء. أستطلع رأي الأستاذ عماد أيضا. لو تسمحت لي من الإسكندرية. أستاذ عماد. تحياتي وتحياتي لحضرتك. تحياتي لكي. بشتفى خاصة لإتحتك الفرصة للمعارضة لدخول مرة واثنين. والوقت كامل. فاسمحي لي أقول رأيي برحتي. أتفضل. أولا. أولا. لو حنقول انتخابات. حنقول صروف دولة حالية. فطبعا لا شك أن الناس كلها بتعاني اقتصاديا. وبتعاني من غلاء الأسعار والتضخم. كل المشاكل دي. ولكن. في حضرتك الكرام. اللي تفضلوا في البداية. وهم لازلوا مشاركين أثناء مداخلة الأستاذ عباس. كانوا ساخرين. ولأنهم من المعارضة. فهذا أقوى سبب. حيخلينا نأيد عبدالفتاح السيسي رئيس لمدة جاية. إحنا لازلنا إلى الآن في نغمة انقلاب وشرعية. الكلام اللي كان بيردد خلف المرشد. وهذا ما سيدفعنا في البداية. ولوجود هذه الحركات وهذه الانتماءات. لمواصلة دعم عبدالفتاح السيسي. أما الضيف حضرتك الكريم الصحفي. كرر ما بدأ. أستاذ خالد. كرر اللي بدأوا المداخلة أو المشاركة عبر الوسائل التواصل الاجتماعي. إن في أكلشهاد جاهزة. قبل ما يبدأ أي حاجة. مجاهزين اتهامات للدولة. شوية اعتداءات. وضرب. وتضييق. حاجات خلاص إحنا زهقنا منها. وحفزناها. خلاص. إلعبوا اللعبة الصح. ادخلوا بقوتكم. وروا قوتكم. وروا تقلوكم في الشارع السياسي. وروا على عكس الجماعة التي تمكنت من الحكم من عشر سنين. إن عندكم حلول للأزمات العالمية التي نمر فيها. مواجهة من كل جنب. عن الحلول يا أستاذ عماد. هل ترى بأن الأوضاع كلها مستتبة الاقتصادي تحديدا. هل تراه بشكل مناسب خلال هذه السنوات ثلاثة مرات؟. أنا بدأت كلامي يا فندم. واعترفت كلنا بنعاني اقتصاديا. حضراتكم في إنجلترا بتعاني. أمريكا بيعاني الشعب هناك. مع اختلاف. طبعا الأمر نسبي لحد ما طبعا. لسه بتقليب. معاناة نسبية شوية. دول استعمارية بطبيعتها. وكانت طول عمرها. ولازالت إلى الآن تنهب من سروات الدول الفقيرة الأفريقية والعربية. لابد أن معاناتها تكون نسبية ضعيفة بالنسبة للمعاناتنا إحنا. طيب خليني أعود للقضفنة وأرجع عليك مرة أخرى. لأنه واضح أن عباس بيهز رأسه موافقا على ما تقول أستاذ ريسق والأستاذ النبيل بغير متفقين. ولكن أعود للأستاذ خالد لأنه مسألة المعارضة هنا وتحمل المسئولية. أنه يقال أنها ليست على قلب رجل واحد. هناك أكثر من مرشح داخل كتلة واحدة أستاذ خالد. أمر كهذا كيف تراه؟ وهل يمكن للمعارضة أن تقدم مرشحا توافقيا ما مثلا؟ ما زال هناك فرصة أستاذ إيمان لتقديم هذا المرشح التوافقي. اللي حيث تتكلم عليه أنه عمليا سواء بالنسبة لأستاذ فريد زهران أو الأستاذ سنطاوية أو الأستاذ جميل أسماعيل. ما زال قدامنا حتى يوم 14 لنرى من سيتمكن من إنهاء أوراق ترشوه. بس أنا أرجو أن الأستاذ اللي بيتحدث عباس أنه لم يتم اعتقال أحد ولم يتم احتجاز أحد. وفقاً لتقارير منظمات حقوق إنسان هناك 73 من أنصار الأستاذ سنطاوية حتى الآن هم داخل السجون أو يتم التجديد لهم في النيابة أو أشياء من مثل هذا القبيل. موضوع مقارنتنا بالأوضاع في الخارج. إحنا بس عايزين الحق في أن نناقش أوضاعنا. الحق في أن نقول أن نحن مش موافقين على السياسة الاقتصادية الحالية. مش موافقين على الإنفاق ببذخ على مشاريع. إحنا مش شايفين أنها من ضمن الأولويات التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري. وهذا أمر لم يتوافر على مدى السنوات التسعة الماضية. دي مش مسألة مفجأة. أعتقد أن هناك ما يشبه الإجماع أن أوضاع حقوق والحريات في مصر تراجعت إلى درجة كبيرة على مدى السنوات الماضية. لدرجة أن نحن في مجال الحريات الصحفية الأستاذ درويش الذي كان من البرلمان بيتكلم على أن نقيم الصحفيين من المعارضة. هذا صحيح. ولكن أيضا ترتبنا في مجال الحريات الصحفية 168 من حوالي 174 دولة. فبالتالي ده برضو شيء لابد أن نفكر فيه. المعارضة في مصر كان يتم حصارها ويتم قمعها على مدى السنوات الماضية. وإحنا شاركنا في الحوار الوطني على الرغم من ذلك. ونحاول الآن المشاركة في الانتخابات الرئيسية على أمل أن نقيم بفضل مجال السياسي. لكي تخرج الانتخابات أو الحملات هذه بشكل نزيه. وماذا يمكن المعارضة أن تفعل في حال لم يتم الاستجابة من السلطة للمطالب هذه فيما يتعلق بإفساح المجال لهم؟ إحنا بالفعل طلعنا بيان في إبريل الماضي طالبنا فيه بمجموعة من الضمانات على رأسها. أنها تكون فيه فرصة متساوية للمرشحين لعرض برامجهم من دون أي تخويف ومن دون أي تضييق. طالبنا أيضا بمنظمات مراقبة محلية ومنظمات متابعة دولية. بحكم أن مصر نفسها بتذهب لتشارك فيه انبعاثات متابعة لانتخابات في دول إفريقية ودول عربية الشقيقة. فنحن أيضا نحتاج إلى هذا الأمر. نحتاج إلى فرص متساوية فسائل إعلام. بس أهم مطلب إحنا بنتطلبه أن جسد الدولة لا تعمل جميعا على دعم السيد الرئيس. زي ما حضرتك أشرت يستاذ إيمان الرئيس حتى الآن رسميا لم يعلن ترشخه. ولكن قبل ذلك بأسابيع حضرتك لو جئت زورتين في القاهرة. هتلاقي بالفعل قريدي الشوارع والميادين والكباري كلها تمتلق بسيد الرئيس. شعارات من نوع أن ترشحك ليس اختيار شخصي ولكنه مطلب شعبي. فكل هذه الأمور يعني توحي أن أي حد بيدخل معركة انتخابات رئيسية في مصر. هي مهمة يعني شبه انتحرية في مواجهة الرئيس القائم الذي يحظى بدعم الدولة ويحظى بدعم جسد الإعلام. فهو ده الأمور التي نحن نفضل نراقبها. لو زي 2018 للأسف تكرر سيناريو 2018 نحن لن نشارك كديكور أو كجزء تكميلي في انتخابات ليست حقيقية. ولكن لو تحققت ظروف الحد الأدنى من المنافسة والتكافؤ في هذه المنافسة من المؤكد أن نرغب في المشاركة. لأن هذا حقنا الذي نص علي القانون والدستورة أن مصر تقوم على تداول السلطة وعلى التعددية الحزبية. هذا هو ما نسعى له على مدى السنوات الموبل. أشكرك جزيلا شكر الأستاذ خالد داود المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية. كل شكر لك كنت معنا من القاهرة. وأيضا أشكر الذين شاركونا الحوار أستاذ رسخ وأستاذ نبيل وأستاذ عماد وأستاذ عباس. طبعا ربما يطح المزيد من الحلقات مستقبلا للحديث عن هذا الموضوع ذاته. أشكركم جزيلا شكر. انتهى زمن الحلقة. تحية لكم وإلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر